نكمل مع بعض في المشروع اللي هو بتاع المبنى بتاع رفت ده هنعمل في الفيديو دوت الشجرة او الممارة بتاعه اللي هيكون بالشكل ده هنعمل شوية لايتس طبعا الأرضية اللي هنا والأرضية اللي هنا ممكن تعملها سبلت فيس اس اف او ممكن تعملها فلور لوحده حسب ما انت عايز تمام ده اللي هنعمله عندنا في برنامج تون موشن هتلاقي عندك الشكل هيكون كده ده بلان كأنه من التوب فيو وممكن تيجي بعضو تاخد اي لقطات تانية هيكون شكل الفيو العام لسه طبعا لسه مخلصتش هيكون شكل الفيو العام بالوضعية اللي انت شايفها دي ضفت شوية شجرة لاندسكيب بالوضع اللي انت شايفه ده طبعا لسه حتى ما غيرناش السماء دي اول مرحلة طيب نكامل مع بعض بالنسبة دي المشروع اللي احنا بدينا فيه المفوض هتلاقييني ما عمدتش حاجة جديدة غير ان انا بس حطيت شجرة واللمبات ازاي عملتها واحدة للبلان الاساس اهو هدوس select على كل الشجرة عشان بس تشوف عملتها ازاي طبعا مش مستهلة بس عشان تتابع معي هدوس على الماسوي site component اختار اي شجرة من هنا او لو محمله من اي موقع كده كده اصلا هعمل لهم replace داخل tune motion اساسا بس انا بحطه عشان location بشكل عام هاجي هنا هو هدوس click على واحدة ممكن اخد دي على طول array من غير اي group عايز مثلا يكون 1 2 3 4 5 او 6 اختار العدد 6 من هنا لغايت هنا امسك الافندية دول right click select all الاو بتدوس على الاساس اي بي الكيبورد mm عندي الاكس في النص اهو بي الشكل ده click عليهم cs اللي هي shortcut بتاع create similar filter واعمل مثلا واحدة هنا مش عايز اكتر في المدخل و واحدة هنا نفس القصة عايز mm هاتهم بي الشكل ده ممكن بس احاكم شوية عشان ايه اه اخد بس البلانت هنا filter check none او هما بس هدوس على move بس بي الشكل ده نفس القصة بالنسبة لللايت هنا بس ابعد الشجرة دي عشان فيه هنا العمود بتاع الدعاية اللي هنا اللي انت شايفه ده على فكه هو هو ده يعني انا ما عملش حاجة جديدة بس انا عملت ثلاثة موازين لبعض بالشكل اللي انت شايفه ده على عمود ليه قاعدة مش اكتر ولا اقل هعمله لك سريعا لو حابب المهم هاجي هنا من اول بالنسبة لللايت architecture component load للفاميلي انزل تحت اختار lighting architecture external هتلاقي في عندك pull out اللي هو الصغير وعندك اللي هو standard order نفس القصة كبلاسمنت عادي جدا فده اللي ضفته بالنسبة عندك الفاميلي زي ده ده sweep معموله segmentation extrusion revolve وبعد كده ده نزل جوا as nested اللي هو الفاميلي ده فعشان تفهمه سريعا اهو رحت file new family دست على english دست على flow او face space الانسب ليك اعتقد flow هتكون افضل هروح للليفت او الright هعمل عندي هنا revolve شوف الارتفاع اللي انت عايزه واد ال x بتاعك من هنا ل هنا طبعا دي nonparametric فاميلي عادية خالص شوف الارتفاع اللي يكون 500 600 700 اهو create sweep pick path خد المصاده والمصاده هاجي كده اهو سريعا وهدوس على done واعمل segmentation عملت لك في المأذانه لو تذكر في المسجد واي مشروع اسلامي باشتغل بها كتير قوي وفي القبة فهدوس على start end arc ده مغفوديك online do is done do is done اللي انت شايفه ده اللي انت شايفه فعل segmentation خليها 15 مثلا اهو تعمل هنا قعدة بقى وتدخل الفاميلي اللي احنا عملناها قبل كده اللي هي هنا دخل هنا 3 مرات او هي مرة واحدة وتعيد نفسها يعني اقصد بس وليها extrusion ده سريعا اللي عملته محالة ال export بقى هندوس على data smith export ممكن synchronize بس انصحك بال export ريح دماغك عشان التاني بفيه مشاكل شوية هنيجي هنا نسمي ملف جديد twin motion مثلا file نفتح دلوقتي بقى برنامج twin motion هندوس على twin motion اهو هدوس دلوقتي على import open ملف بتاعنا اهو خليها keep higher key دوس على اوكي هو ده ملفها عندك طبعا موضوع ال flow تاني ممكن تعمله flow واحد كذا face او كذا flow اسلابة دي ممكن تنزل شوية مش مشكلة نعدلها بعدين نبدأ نضيف الخامات بتاعت ال landscape اللايت طبعا هتلاقيه نزل on معاك من رفت اهو زي ما انتشايف اللي هو حد عقية اللي هنا سريعا كده بقى نعمل replace اول حاجة للشجر هنختار الشجر ده كله اهو replace with يبقى الجزء ده يكون ال landscape او سريعا كده الشجر والاعشاب هنعمل replace with sugar زي كده اه شجر فين تاني نقل العمر بتاعك حجم بالشكل اللي انت شايفه ده طيب الحاجة التانية هو العوش بنفسه اللي هنا يبقى دي هنعملها اول حاجة جزء الارضية نفسها ground material ground الطبيعي ممكن دي او دي خليها اللي فيها شوية جزء طين طبعا هنختار بالobject هنختار دي بالobject مش بالmaterial تمام نغير skill بتاعها وبعد كده الخطوة التانية هي scatter دي اللي بتعمل مشاكل اوقات عشان الحدود بتاعتها بتزيد ناخد ده ناخد ده ندوس على كلهم 3 select plus وندوس click هنا زي ما انت شايف طبعا اديك قلتلك ان الحدود بنسبة كبيرة دايما بتعدي شايف العشبة هنا عدى الليمت بتاعه فعندك احد الحلول انك تزود او تغير الليمت بتاع الارضية دي الجوة شوية او تخلي هنا face بخامة تانية فممكن ندوس على delete اقل الحجم زي الاستيكة يعني اللي بمسح بها وابدأ اعدي كده شوية على الحدود اهو طبعا طريقة يعني متعبة جدا فالافضل تكون الكلام ده اصلا عامله في برنامج graphit انا طبعا هاخدها بزيادة لان كده كده الحدود دي هتكون اللي هي الاعشاب التانية او الشجرة التانية اللي بيعمل الحدود اصلا فده كده كده حتى لو خدته من جوة شوية مش مشكلة او خدته من جوة مش مشكلة هقولك للوقت هاجي هنا من vegetation هدوس على mask هتنزل تحت هتلاقي فيه عندك ده هاته عندك بالشكل اللي انت شايفه ده Meditation 90 درجة هاده في location اللي انت عايزه هاده بس كده شوية يدوب ويغير ال skill بتاعه يكبر شوية movement بقى لل x في ال x اللي انت عايزه امسك ال shift و اعمل واحد كده من هنا ال هنا واحدين طبعا اقولوا لكم 7 دوس اوكي ما شاء الله زاده قوي ناخد ده delete ده delete ده هيدخل جوه اللي جنبه كده تمام بعد كده هنعمل copy hold على shift هتواحد هنا في center هنعمل 90 درجة هنجيبه كده كده خلصنا من اول جزئية اللي هي العشب بتاع السوق الخارجي هنيجي هنا بقى ما عايزين دي تاخد خامة تانية هندوس على library ممكن مبدعين تيجي من top view اهو بالشكل ده وده عندك بقى كأنه شكل الـ plan من فوق بيئي الشكل ده ممكن تاخده لقطة render عادية جدا كتوضيح لتأسيم الـ plan بتاعك الـ shadow لو مدايقك عندك sun اهيه ممكن تغير اتجاه الـ shadow بتاعك بشكل بسيط قوي اهو من هنا لهنا هاتو بيئي الشكل ده في عندك القطع مفهول ممكن تقطعه كده عمل تقطع الـ plan بتاعك في اي مستوى انت عايزه لو حبيت تقطع يعني دي لقطة عندك هاي هدوس على image new واسميها rename هاخد لقطة تانية دلوقتي كليك على عين كليك على views هاتي الجانب ده اهو جانب الغابي او الشرقي الجهة الامامية اهي للمشروع طبعا لسه مفيش خيمات بس انا بقولك انت ممكن تجهز وحاول تخلي الخلفية اسود عشان selection في Photoshop اذا حبيت تعمل اي post production هاخد الجانب اهو او الجانب ده ودوس على random ممكن تيجي تاخد هنا تكتب اللي هو الـ site كليك image create new rename name l-site بيش شكل ده في عندك اللي هو 3D من هنا كل ده طبعا لسه في محالة site بالنسبة هنا للسماء lighting خليها HDRI اللي نخليه من للأزق شوية وزود القيمة بتاعتك طبعا لسه مفيش material ده اللي حبيت اوضحه لك في الفيديو ده موسيقى